من فرجينيا ينضم إلينا سهيل الشاعر مرسل غد سهيل انتخابات التجديد النصفي تعتبر مهمة جدا بالنسبة للمواطن الأمريكي واليوم تختتم الحملات الانتخابية لو تطلعنا على الأجواء في هذه الأثناء نعم أنا أقف الآن أمام أحد مراكز الاقتراع التي ستفتح يوم غدا للتصويت في الانتخابات النصفية للتجديد في الولايات المتحدة هذه الانتخابات لها أهمية خاصة لأنها تعتبر أولا استفتاء على أداء الرئيس الأمريكي للفترة المتبقية من رئاسته وأيضا ستحدد طريقة عمل الإدارة الأمريكية خلال الفترة المتبقية حسب ما تشير استطلاعات الرأي رغم وجود تقدم للجمهوريين إلا أن هناك نوع من التقدم لنقل البطيء للديمقراطيين أيضا في الاستطلاعات الأخيرة وبدأ هناك المزيد من الزخم في صفوف الديمقراطيين من أجل التصويت لمرشحيهم تشير الاستطلاعات إلى أن الناخب الأمريكي بشكل عام يرى أن الجمهوريين أقدر على التعامل مع قضايا الاقتصاد والتضخم والجريمة والهجرة غير الشرعية فيما يرى الناخب نفسه أن الديمقراطيين أفضل في التعامل مع قضايا حماية الديمقراطية حماية المناخ التعليم والصحة وتعامل مع قضايا الإجهاض والقضايا الاجتماعية الأخرى لكن من بين هذه القضايا السهيل الأولوية أين تكمل بالنسبة للمواطن الأمريكي لأن وفق هذا التقييم القضايا أو الملفات مختلفة بين الديمقراطيين والجمهوريين أين الأولوية أولوية بالنسبة للمواطن الأمريكي؟ بشكل عام الغالبية من الأمريكيين يرون أن الأولوية للاقتصاد لأن هذا يمسهم بشكل شخصي هذا يمس جيوبهم يمس الدخل الذي يدخل عليهم فبالتالي الاقتصاد هو الأولوية الأولى لهم ولذلك فيما يرى الغالبية كما ذكرت أن الجمهوريين أقدر على التعامل مع قضايا الاقتصاد والتضخم هذا ما يعطي الميزة للمرشحين الجمهوريين ولكن هناك أيضا قلق في صفوف الناخبين الأمريكيين لوجود عدد كبير من المرشحين الجمهوريين الذين لا يعترفون بنتائج ونزاهة الانتخابات وهذا أمر يثير القلق على مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة ولذلك يمكن أن نرى نوع من التململ في صفوف الناخب الأمريكي وهو يرغب بالتصويت للجمهوريين لأنه يرى أنه يمكن إذا صوت للجمهوريين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهديد الديمقراطية في الولايات المتحدة بسبب وجود الكثير من المرشحين الذين لا يعترفون بنزاهة الانتخابات ويرون أنه إذا لم يفوزوا هذا يعني أن الانتخابات زائفة وهذا هو النموذج الذي بدأه الرئيس السابق دونالد ترامب وسوف يصير على نهجه الكثير من المرشحين حوالي 300 مرشح في هذه الانتخابات يصيرون على نفس النهج الذي بدأه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2020 سعيل الشاعر مرسل غد كنت معنا من فرجينيا شكرا لك اشتركوا في القناة